استثنائية لمناقشة الواقع الانتخابي مرة بعد مرة يفشل البرلمان في العراق بعقد جلسته وهي المرة الثالثة وربما ستكون الرابعة لمناقشة شفافية ونزاهة نتائج الانتخابات البرلمانية يذهب المعارضون لنتائج الانتخابات لوجود تزوير هائل فيها في ظل وجود مقاطعة شعبية هي الأعلى منذ عام 2003 حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 19% بحسب مراقبين بريطانيين زعيم تحلف الوطنية إياد علاوي أكد على ضرورة إلغاء نتائج الانتخابات واتهم علاوي مفوضية الانتخابات بارتكاب ما وصفها بالفضائع والفضائح أثناء تسير الاقتراع داعيا في الوقت نفسه القضاء لفتح من وصفهم بالفاسدين وفتح تقيق في الاتهامات التي وجهت إلى مفوضية الانتخابات وجهات التي قال إنها تواطأت معها الأمر تطور من مجرد حديث بعض الكتل عن أخطاء فنية في عملية التصويت إلى حديث كتلة القرار بزعمة أسامة النجيفي واتلاف المالك وأطراف أخرى عن أدلة ملموسة للتزوير دعمها تأكيدات الفريق الإلكتروني بشأن عدم حصانة الأجهزة الانتخابية من الاختراق ضغطات دفعت أخيرا بالعبادي الذي حل رابعا بالانتخابات لتشكيل لجنة تحقيق قضائية لدراسة الطعون المقدمة بينما تقول مفوضية الانتخابات إنها أبطلت بطاقات التصويت من 103 مراكز في خمس محافظات وذلك بعد أيام من ورود الشكاوى ودعوة من مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق للتحقيق في المخالفات بالمقابل لم توقف الاتهامات الموجهة للعملية الانتخابية المباحثات بين الفائزين لتشكيل الكتلة الأكبر ثم تشكيل الحكومة وذهب المتحدث باسم التيار الصدري جعفر الموسوي لاتهام بأن ما يقوم به البرلمان لإلغاء نتائج الانتخابات يؤسس للفوضى في البلاد متعلق بمن يعترض على النتائج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر